السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية تواصل مملكة البحرين البناء على أسس ميثاق العمل الوطني لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية على رأسها تنويع مصادر الدخل والاعتماد على قطاعات واعدة التفاصيل في التقرير التالي المتابعة منذ إقرار ميثاق العمل الوطني قبل 15 عاما والبحرين تتبوأ مراكز متقدمة في كافة المؤشرات الاقتصادية الدولية دليل دامغ على الانطلاق الصحيح وفق أسس الحرية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل إضافة إلى تهيئة المزيد من الفرص للكفاءات الوطنية الشابة في الاقتصاد اليوم في البحرين الحمد لله اقتصاد قوي على شح موارد مملكة البحرين ولكن نسبية اقتصاد قوي إجمال الناتج المحلي اليوم واصل عندنا ما يقارب 13 مليار دينار سنويا وإن شاء الله إذا الأجواء الاقتصادية في العالم ككل تحسن فهذا الرغم بيرتفع وبنكون في حالة أحسن فمن الملكة البحرين هي تستخطب الاستثمارات من جميع نحال العالم في ظل موجة التقشف التي تمر بها المنطقة ما يزال ميثاق العمل الوطني بمثابة خارطة طريق إلى مستقبل أكثر ازدهارا استطاعت من خلاله المملكة تقديم الدعم لصناعات ذات القيمة المضافة العالية كالمعلومات والخدمات والسياحة لتساهم في تطوير قاعدة التنمية الاقتصادية الشاملة لو نظرنا شوي بعمق أكثر عندنا في البحرين ما يسمى الإمكانيات اللي ممكن نستفيد من هالمجالات بشكل أسرع وأشمل إلا أن تحتاج إلى فترة ما هي سريعة إلى درجة أن تبتدي اليوم وبكرة تشوف النتائج لا الآن بدأنا في مجالات السياحة ولازم نركز لأن هي السياحة تحتاج إلى مقومات جزء من المقومات موجودة وجزء الآخر ستحتاج أن ننجزها وإنجاز الجزء الغير متوفر تحتاج إلى فترة وتحتاج إلى موارد مالية في نفس الوقت كبح جماح التضخم الحفاظ على معدل بطالة منخفض التحول إلى مركز مالي وسياحي وصناعي جاذب للاستثمارات الحفاظ على معدل رفاهية مرتفع للمواطنين جميعها ثوابت اقتصادية تحرص الحكومة على عدم تغييرها قيد أنملة جعلت المكتسبات الوطنية نصب أعينها لمستقبل أكثر إشراقاً لكل بحريني وبحرينية ومن جانبه أشاد الدكتور ماهر الشاعر الرئيس التنفيذي لديار المحرق بالتشريعات الاقتصادية التي أقرها حكومة البحرين بالاستناد إلى الدستور والميثاق وعلى سوق العمل من حيث حرية انتقال رؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي أمام المشروعات الاستثمارية الكبرى في البحرين طبعاً تغييرات أثرت تأثير إيجابي شامل لاستقطاب جميع الرؤوس الأموال البحرينية والخليجية والأجنبية طبعاً منها التأثيرات اللي هو العقارات وتأثيرات رؤوس الأموال في الاستثمارات المالية فلا شك أنه أثرت تأثير إيجابي لناتج المحلي في نفس الوقت ترجمة نانسي قنقر